موسيقى أنا نقول لكم ما قاله الرئيس غير صحيح أنه تراجع فقط لأنه هناك سوء فهم سوء فهم معناها كين أطراف أخرى هي التي فقط وفهمت الأمور وفق منطق معين لو كان الأمر يتعلق بسوء فهم خدموا لهم الفهم الصحيح لهذه الجهات من هي هذه الجهات؟ هل هي الشارع الجزائري؟ هل الذين انتقدوا هذا القانون من الأصوات التي تتحدث في الشأن الجزائري؟ هل هي المنظمات أم هي دول؟ أجزم لكم بأن لو كان الأمر يتعلق بالناس الذين انتقدوا في هذا القانون ما استمعوا إليهم أبداً بل الأمر يتعلق بدول هناك دول ضغطت على الجزائر لسحب هذا المشروع وتأولهم فرنسا وثانيهم الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا لديها العديد من الجزائريين وأدركت يقيناً أن إصدار مثل هذا القانون سيستهدف بعض الأطراف وهنا في فرنسا طيار مثل الطيار الماك وهذه الجماعة لا تريد السلطات الفرنسية والدوائر الفرنسية المغلق تجريدها من الجنسية لذلك قامت بحمايتها هذه بوضوح وبعض الطيارات الأخرى أفضلاً أنها تدرك يقيناً أن الجزائر إذا فتحت هذا الباب ستجرد الكثير من الجزائريين الموجودين على الطراب الفرنسي من جنسيتهم وبينهم من لا يحملون الجنسية الفرنسية هم في محل إقامة فقط عندهم إقامة فقط إذا جردتهم الجنسية الجزائرية سيشكلون هاجس لدى السلطات الفرنسية مضطرة هنا تعمل لهم قوانين خاصة أو تمنحهم الجنسية أو أشياء من هذا القبيل إذن السلطات الفرنسية ضغطت على نظيرتها الجزائرية من أجل سحب هذا المشروع الأمر الآخر يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن أمريكا في هذه الفطرة بدأت تهتم بمسألة حقوق الإنسان في الجزائر وظهر ذلك من خلال التقرير الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا معلومات أن جهات رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية تواصلت مع السلطات الجزائرية من أجل موفاتها بمعلومات تتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها قاضية هذا القانون الذي رأت الولايات المتحدة الأمريكية أنه ربما تستهدف به أقليات دينية معينة في الجزائر أو الناشطين تابعين لهذه الأقليات الدينية في الخارج وخاصة الأقليات التي صارت نصرانية وكما نعلم أنه الكثير من التقارير الأمريكية تحدثت عن حقوق الأقليات وحقوقها في الجزائر إذن السلطات أو جهات فرنسية رسمية وجهات رسمية أمريكية هي التي ضغطت وأجبرت السلطات الجزائرية بإلغاء هذا الخط لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله